شاب بيسألني بيقول لي عندي مشكلة أنا عارفها لكن مش قادر أبطلها أنا شخصي بيلوم كتير جدا لومت أبويا وأمي ولسه بلومهم على كتر الخناءات اللي شفتها منهم وأنا صغير وقد إيه دم أثر في نفسيتي وكتير بلومهم على تفرقتهم في المعاملة بيني وبين إخواتي لغاية ما بابا بطل أصلا يسمعني وأنا بلوم بلوم أصحابي كتير بطريقة جديدة جدا لو حد اتأخر منهم علي ولو عشر دقائق بحس إن ده إهمال وعدم اهتمام حتى السايس اللي بيركني وينظف لي العربية بلومه لو نزلت ما لقتش العربية أنظف حاجة هو واقف قدامي بينظف وأنا عمال ألوم فيه طول الوقت بلوم نفسي ملامة رهيبة لو غلطت غلطة في حق ربنا كنت وعدت ربنا أني مغلطهاش بس في الآخر بقول إن الملامة دي توبة وبتقربني من ربنا في شغلي بقيت بحس بنظرات الملل من زميلي من كتر ما بقول كلام سلبي أنا مش بكلمك على مشكلة أنا مش عارفها أنا شخص لوام لكني بخاف لو ملومتش الناس تستهتر بيه وبقول بخاف لو ملومتش اللي قدامي يفتكر إن علاقتنا مش مهمة بالنسبة لي ولا فرق معايا وأنا والله مش بلوم إلا عشان بحب ومهتم بس الأكتر ببقى خايف إن لو ملومتش اللي قدامي يهدر حقي وييجي عليها أنا بقولك أنا إنسان لوام وساعدني أتخلص إزاي من العادة السيئة دي اشتركوا في القناة